السلام عليكم ورحمة الله إخواني الأفضل أينما كنتم حياكم الله هذا لايف ثاني الآن رهي العشرة واثنين وعشرين أو الهداش واثنين وعشرين دقيقة مساء بتوقيت الجزائر وهذا لايف مرة أخرى ربما سريع مثل الذي سبقه قبل قليل لتعلق بتسليم الحكومة الإسبانية لأخونا محمد بن حليم مما لا شك فيه أننا جميعا كل جزائري الأحرار كل جزائريين اللي فيهم مرؤة فيهم كرامة عندهم كرامة يحملون هذا الاسم بل كل أحرار الناس اللي سمعوا بالخبر أخواننا في المنطقة المنطقة المغاربية المنطقة العربية المنطقة الإسلامية أوروبا إفريقيا في أي مكان لما يسمعوا بخبر تسليم مقاوم سلمي يريد الخير البلاد شاب يريد أن تنهض بلاده يسعى إلى دولة مدنية مشي عسكرية إلى دولة القانون إلى دولة يحترم فيها القانون ويكون الجيش في خدمة الشعب وفي خدمة الوطن وليس في خدمة مافيا عسكرية عندما تقوم حكومة تقول بأنها ديمقراطية وأنها مختارة من طرف شعبها ولكنها تقوم بتسليم شاب بهذه المواصفات لم يرتكب جريمة تحت أي مسمى تحت أي ظرف ليس خطر على أي إن كان عاش في إسبانيا حوالي سنتين قبل أن يفر منها عندما تقوم حكومة بهذا العمل فهذه حكومة مدانة هذا العمل مدان خاصة وأنه ليس فقط مدان حتى لو كان محمد بن حليم موصل حراج حتى لو كان ما كانش عنده كواغط حتى وإحنا نعرف كإن مئات الألف تعلق الجزائرين اللي نحراجين في أماكن متعددة في هذا العالم خاصة في أوروبا ما كان ليتم تسليمه فمذلك أنه كان طالب لجوء بداية من سبتمبر 2019 قبل أن يفر في أوت 2021 بعد تسليم الحر ابن الأحرار محمد عبد الله أيضا طرف إسبانيا وقبل أن تأتي به الظروف مرة أخرى إلى إسبانيا ويجد نفسه عندهم ويطلب اللجوء مع ذلك وفي وقت كانوا المحامين الإسبان يقولوا باللي أمامنا على الأقل ثلاث تجاهات اتجاه لمعارضة قرار الاعتقال واتجاه لمعارضة قرار رفض اللجوء اللي رفضوه له في أربع أيام يعني شيء غير مسبوق الناس اللي قد تسنف طالب اللجوء مرات أشهر سنوات سواء بالرفض أو بالقبول باش يجيهم وبعد وكان هناك مجال ثالث وهو أن في حالة ما إذا اتخذوا قرار الترحيل يكون أيضا إمكانية معارضة هذا قرار الترحيل محامين سواء في فالانسيا أو في مادريد وكان فريق من المحامين يشتغل كان كلهم يقولوا بأن عنا ثلاث تجاهات في القانون الإسباني إضافة إلى مجال آخر وهو على المستوى الدولي مثل المنظمة منظمة الكات منظمات المناهضة للتعذيب أو ميكانيزمات الأمم المتحدة التي تمنع الترحيل ضف إلى المنظمات غير الحكومية وعلى رأسهم أمنيستي انترناشنل ولكن منظمات أخرى أيضا ضف إلى شخصيات إسبانية ضف إلى مواقع وصحفيين وجهات كتبت وقالت بأن ترحيله جريمة ولا يمكن ترحيله وضف إلى برلمانيين إسبان وبرلمانيين في البرلمان الأوروبي كلهم طالبوا إسبانيا بعدم ترحيله وأن ترحيله سيكون غير قانوني وغير إنساني وغير شرعي مع ذلك كل هذا ألغت إسبانيا كل هذا وقامت بتسليم مثل ما فعلت مع محمد عبد الله في خارق لقوانين إسبانية لقوانين أوروبية ولقوانين دولية لماذا نذكر بهذا لأن هذه البلدان خاصة الناس إخوانا اللي معايشين في أوروبا أو في أمريكا الشمالية يعرفوا ما معنى القانون ويعرفوا أن الحكومات اللي يطبق القانون يطبق القانون على الصغير أو على الكبير على الغني وعلى الفقير على الأمير وعلى الحقير كلهم نفس القانون لكن إسبانيا ولأسباب تتعلق خاصة بنها بالشعب الجزائري وبأموال تقدمها المافيا العسكرية وبمصالح بما فيها الحدود المائية الحدود البحرية اللي بيننا وبينهم والغاز والشركات والأموال الشكاير اللي رح تهرب إلى إسبانيا ومئات الضباط كبار الضباط ومئات من كبار عناصر العصابة من المدنيين أيضا ليهربوا بشكاير أموال كبيرة فإن إسبانيا خارقت قوانينها والقوانين الأوروبية والقوانين الدولية ولم تستمع لأحد وقامت بتسليم محمد بن حليمة ومحمد عزوس ربما اللي زاد أضاف وسرع هو أنها تبنت الأطروح المغربية حول قضية الصحراء فأرادت بشتقول للمافيا العسكري أنا عارف أنا عارف أن أنتم تبحثوا للمعارضين بتاعكم هاني نسلم لكم معارض وانسوا موضوع الصحراء انسوا موضوع الصحراء اللي صرفتوا عليه ملايير دولارات من خزينة الشعب الجزائري واللي خلقته توترات هائلة في المنطقة بهذا السبب ومشاكل كبرى لما يزيد عن 47 سنة فهاني نسلم لكم واحد من معارضيكم الشباب كابران كان كابران والسكتو عليه لو كان لهذه العصابة ذرة كرامة ذرة بقيت لها يقولون هم الآن بعد هذا الموقف انتعكم الصحراء بينهم بالنظام بينهم بالعصابة يقولون احنا ما نقبلش لا ناخد هذا المعارض لكنهم فرحوا بشدة وارسلوا طائرة خاصة ووفد أمني الأخبار تقول أنه كان هناك جنرال جبار مهنة كان موجود في الطائرة باش المجرم جبار مهنة اللعين القاتل الذي اقتصب مئات من بنات الشعب الجزائري ونساء الجزائريات وقتل الآلاف من الجزائريين بالتعذيب وذبح ونهب نهب الأموال والأراضي وآخر أعماله وحرق منطقة القبائل باش يدير الصدمة في الصيف الماضي أخبار لدينا يقول أنه راح في طائرة خاصة باش يستلموا من عند الإسبان وكأنه انتصار عظيم جنرال ويزعم أنه جنرال وقائد في المخابرات اللي حطاته المخابرات الإرهابية باش يجيب كبران عريف قلب عليهم الدنيا وصل الوعي إلى المدنيين وخاصة إلى العسكريين لكن إسبانيا ماذا تستفيد هنا قلناها ماذا تستفيد وفي ذلك تخرق كل القوانين وذلك قل إسبانيا هذه جريمة ثانية وثالثة بالحقيقة جريمة ثالثة في هذا ست شهر الأخيرة فقط ثمت شهر الأخيرة في الصيف أعتقد في جوان أو في جوي سلمت إبراهيم الإعلامي في أود سلمت محمد عبد الله والآن في مارس سلم محمد بن حليمة وفي ثلاثة هذون شباب شباب يطالبون بدولة مدنية مشي عسكرية دولة العدل والحق والقانون تزعم الحكومة الإسبانية أنها دولة حق ودولة قانون أين تسلمون من يطالب بدولة حق ودولة قانون إلى عصابات أنتم أول من يعرف أنها عصابات التعذيب أنها عصابات الخيانة أنها عصابات الفساد أنها عصابات القتل إن عصابات الإجرام إن عصابات النهب بلا حدود وكما قال هالكم أحد كتاب الإسبان المشهورين قال لكم إن في الجزائر اليوم يوجد الغاز لكن لا توجد لا يوجد حقوق إنسان وأنتم تعرفون هذا جيدا مخابراتكم تعرفوه والمخابرات الأوروبية تعرفوه والسياسيين الإسبان والأوروبيين يعرفوه والسياسيين العالم يعرفوه لماذا تسلمون شاب ذنبه الوحيد أنه يطالب بدولة قانون في وطنه بدولة مدنية مش عسكرية وأنتم اللي اكتويتوا بحكم العسكر وحكم فرانكو لأكثر من 40 سنة لماذا تلعنون التاريخ وتلعنون المستقبل المستقبل الشعب الجزائري يا حكومة إسبانيا الخزي والعار عليك يا حكومة إسبانيا ويا بيدرو شانسيز ويا وزراء اللي يقروا هذا القرار الخزي والعار عليكم الخزي والعار عليكم سيبقى إلى يوم القيامة لأنكم استضعفتم شاب ورحتوا البوليس انتاعكم راح دار لما عرفتوا ماشي من البرتغال وراجع لفرنسا رحتوا قاطعتولوا في الطريق في الوطوروت عن ربعة أصباح يوم الاثنين قبل عشرة أيام يوم الاثنين 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 اذا ذكرتي جيدة قاطعتولوا في الطريق عن ربعة أصباح باش تعتقلوه وتسلمو الجنرالات مقابل ما تنهبون من غاز ومن مال ومن مصالح استراتيجية متعددة الخزي والعار عليكم يا حكومة إسبانيا الخزي والعار أما رسالتي الثانية فهي للعصابات للعصابات الحكم أو قبل عصابات الحكم رسالتي الثانية لبعض وجوه الثورة المضادة لبعض اللي تلبسوا لباس الحراك وهم ضد الحراك لبسوا لباس أنه مع الثورة الجزائرية ضد العصابات وهم أعداء لهذا الشعب هاكم تفضحوا في رواحكم فرحانين اليوم بعضكم خارج فرحان وينظر ويمد ويقول وهذا الورقة ويندارها وهذا كون راح هاكم فضحتوا رواحكم في الحقيقة أنتم أبشع من ذباب العصابة لأن ذباب العصابة عبارة عن ليس يعني بروغرامي يقول أي حاجة عاطينهم ثلاث ملايين ربع ملايين للشهر باش يسبوا ولكن يقولهم سبوا أمهاتكم وباباتكم ويسبوهم أما أنتم يا ثورة مضادة يا من تزعمون أنكم مع الحراك وأنتم أعداء فإنكم تفضحون كل مرة أكثر فرحانين أنتم فرحانين فرحانين وكأن محمد بن حليمة هو الجنرال شنتوف وكأن محمد بن حليمة هو الجنرال نزار وكأن محمد بن حليمة وكأن محمد بن حليمة هو الجنرالات اللي قتلوا الشعب الجزائري وكأن محمد بن حليمة هو أو قداء المخابرات اللي اقتصبوا الرجال والنساء داخل مراكز المخابرات وكأن محمد بن حليمة هو حداد أو تحكوت أو علمي أو كوني ناف أو غيرهم وكأن محمد بن حليمة هو أو يحيى أو سلال أو أمثالهم فرحانين أنتم فضحت رواحكم وكشفت رواحكم مرة أخرى مرة أخرى فرحانين وقاعدين آه لعبت بأولاد الناس آه محمد بن حليمة لما خرج لم يكن أحد يعرف أنه خارج لكن لما وصل بحث على محمد عبد الله وتواصلوا معايا مباشرة وهذه حقيقة هو قالها على العلن وخرج بشي يقول بأن النظام العسكري نظام إجرامي وبأن صف الجنود وصف الضباط وكثير من الضباط رهم غاضبين جدا من هذا النظام وبأن الحراك هو الحل وأن الدولة العسكرية دولة إجرامية وقد تحولت إلى دولة ضد الشعب بل ضد الدولة وأن المافيا العسكرية إجرام حقيقي محمد بن حليمة لما خرج من الجزائر وواجه لم يستشر أحدا إنما خذاته الغيرة مثل ما أخذات يوما ما العربي بن مهيدي أو علي لابوينت أو مصطفى بن بولعيد أو زابانا أو محمد طار شعباني أو كريم بالقاسم أو أي واحد أو عبار رمضان أو يوسف بن خدة أو أي واحد من أحرار البلاد سواء اللي يستشهدوا أو اللي عاشوا فيما بعد محمد بن حليمة خذاته الغيرة على شعبه خذاته الغيرة على وطنه وهو الشاب الصغير لما خرج كان عمره ما زال ما كمج 30 سنة أو كان في حدود 30 سنة فقط فهمها مع أن تكوينه كان محدود ومستواه كان محدود ولم يكن إلا سائق كبران سائق عند عقيد وعند جنرال وعند لكن فهم ما لم يفهمه بعض المثقفين حتى بعض البروفيسورات أو بعض الدكاترة اللي يراهم اليوم اللي يراهم اليوم ماشيين مع العصابة وينظروا العصابة ويدافعوا العصابة سواء في الداخل أو في الخارج فهم اللي ما فهمهاش من يزعموا أنهم قضاة واللي اليوم رأم يحكموا بقضاء التليفون بل أن حتى بعضهم اللي خرج من البلاد ظل مع الثورة المضادة وخادع فهم ما هوش قانوني ما هوش فيزيائي ما هوش دكتور ما هوش بروفيسور ما هوش في أي تخصص تكوينه كان محدود لكن بسرعة فهم لأن الفطرة نظيفة لأن الفطرة صحيحة لأن التربية صحيحة في العمق من أن هذه المافيا مافيا الجنرالات الداية البلاد الهاوية أنتم يا ثورة مضادة يا مجرمين يا من كشفتم عن وجوهكم وراكم تستشفاوا اليوم وراكم فرحانين وكأنها انتصار لكم بماذا تنتصرون أن دولة تزعم أنها ديمقراطية تسلم شاب يطالب بدولة مدنية دولة العادل والحق والقانون تفرحون تومى لأنه سلم تفرحوا لأنه سلم بينما شنتوف وبالقصير وقائمة طويلة من كبار الوزراء ومن كبار الجنرالات ومن كبار العقداء يتجولوا كما يحبوا بأموال الشعب الجزائري ما تقولوش مرات عليهم ولا كلمة وحدة مرة أخرى تفضحون تفضحتوا في قضية محمد عبد الله وهكم تفضحون اليوم أيضا وكل مرة تجي أمر وتتصرفوا بطريقة تفضحون ألا تستحون ألا تستحون من أنكم فرحانين بأن المافيا العسكرية اللي دمرت البلاد اللي خرج الشعب بالملايين يقول دولة مدنية ماشي عسكرية يقول مافيا يقول مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية يقول تبون مزور جابوه العسكر مكنش الشرعية يقول استقلال 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 يقول أولادنا ما باعوش الكوكايين وشعارات هزت هزت أركان العصابة إلى درجة أنها دخلت في بعضاها وهاهم 35 جنرال في السجن ومئات الضباط وعشرات الوزراء والولات وكبار القوم في السجون نصف العصابة في السجون نصفها مع تبون فرحانين أنتم بأن محمد بن حليم أتسلم واللي تأبشع من الذباب واللي تأبشع من الذباب الذباب مرتزقة يأكلون مال السحت أما أنتم فأكثر منهم لأنكم وبعضكم عايش في الخارج وبعضكم لبسعنيه لكن فرحان اليوم ومطمئن وسعيد والفرحة ما سعتوش أنه أن يديرها المجرم اللي قال نقتل عشرين مليون جزائري فهذا معروف معروف أنه مجرم وقاتل ومختصب وخبيث وكذاب فأنتم اليوم ركم على شاكلته لكن هو كان خارج علناً هذا ضد الشعب الجزائري أنتم بعض منكم كان يزعم راه مع الشعب الجزائري هاهو علاش في رغم الحزن هذا ورغم المصيبة لأصيب بها أحرار بتسليم حر آخر للمافيا العسكرية إلا أن لها إيجابيات وهي أنها تفضحكم أمام الشعب الجزائري وما عند الله أعظم لو كان عندكم ذرة إيمان رسالتي الثالثة للعصابة رسالتي الثالثة للعصابة فرحانين أنتم نزار اللي حكمته عليه بعشرين سنة بعد ما تخاصم مع باباكم اللي بعد ولا مقبور ذرك القايد الصالح بعد ما قتلوا الجنرالات أيام القايد الصالح حكمه عليه بعشرين سنة بعد ما قبرته القايد الصالح قتلته رجع نزار في طائرة خاصة وبالتحية والتحية العسكرية والباسبورت ديبلوماسي خالد نزار اللي تسبب في مقتل تبون اعترف مؤخرا بأن الذين قتلوا في تسعينات كانوا أكثر من 250 ألف خالد نزار اللي تسبب بانقلاب عسكري أدى إلى مقتل 250 ألف رجع بالطائرة الخاصة وبالباسبورت ديبلوماسي وبالموسيقى العسكرية والتحية العسكرية وهاهو اليوم راجع الفيلاتاو اللي الحديقة تاحها فقط في عشر آلاف متر مربع في قلب حيدرة وفي بوشاوي فقط عنده عشرين هكتار معناها ميتين ألف متر مربع وأموال وشركات وأموال في الخارج أكثر من الداخل وشقق وفيلات في الداخل أكثر من الخارج وأموال في اسبانيا وفي فرنسا وفي سويسرا آخرها لما نكشفت بعض وثائق البنوك السويسرية وجدنا عنده أموال في هذا البنك السويسري هذا بنك واحد العصابة أرجع نزار ورجعت وفيق ورجع جبار مهنة ورجع كل القتلة متع تسعينات تعتقدون أنكم تروحوا بعيد العصابة فرحانة بكابران هذا الكابران تم الكابرانات عندكم بالنسبة ليكم ذباب ما تنصفوهم كان كابرانات كان جنرال وين يزعف على كابران يتيري عليه أو عقيد يزعف على كابران يتيري عليه ويدفنوهم بعد يقولوا تاه في الصحراء أو يقولوا ما ناشعر فين وراه هذا الكابران هذا العاريف بنحليمة ركع جنرالات وخضع جنرالات وفضح العصابة ولديه مئات الفيديوهات ومئات البوست فرحانين أنتم محمد بن حليمة ومحمد عبد الله بحثتوا عليهم ودفعتوا أموال ضخمة للسبنيول باش تدوهم لأنهم مسوا لكم داخل الجيش وداخل الدرك العصى اللي تضربوا بها الشعب الجزائري البوليس والدرك والجيش محمد بن حليمة ومحمد عبد الله كانوا ضربة كبيرة لكم لأنها دخلو لكم داخل العصى نتاعكم داخل الجيش اللي سيطرتوا عليه ودرتوه عبيد باش تخضعوا به الشعب الجزائري لكن والله ما عندكم وين تروحوا ما عندكم شو وين تروحوا إذا أنتم أخذتم محمد بن حليمة وقبله محمد عبد الله وقبله إبراهيم الإعلامي ومئات من الأحرار في السجون لأنهم طالبوا بدولة مدنية فالأحرار تابعون الزار والآن نزار متهم بالتواطئ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعندما وصلنا أن يتهم نزار بذلك فمعنى كل جنرالات اللي كانوا تحته واللي خدموا معاه سيتهمون بذلك والله ما عندكم وين تروحوا لا من القانون في الدول الغربية اللي تخافوا منها لأنهم أربابكم ولا من الشعب الجزائري اللي يوما ما سيوطيح بكم سيوطيح بكم وستندمون يوما لا ينفع الندم والله ما عندكم وين تروحوا إذا راكم فرحانين بتسليمكم إسبانيا سرجان من قبل وكبران الآن فهذا خزي وعار خزي وعار عليكم الجنرالات اللي نهبوا البلاد والوزراء اللي نهبوا البلاد راهم ما زال يتمتعوا بأموال الشعب الجزائري لأنهم صحابكم وحلفائكم ولأنكم كما هم وأنتم تزعمون أنكم تدفعوا الجزائر وأنتم تقتلون الجزائر الشعب جايع الشعب يجي لور السميد ور الزيت ورحليب الشعب جايع الشعب جوعتوه وخوفتوه وقلقتوه ومرضتوه الشعب لكن هذا الشعب سينتصر ويحيى والسعيد وقيد صالح وجنرالاته وتوفيق وجنرالاته ما كانواش يظنوا أن الشعب سينتفض يوم 22 فبراير 2019 وقد انتفض الشعب هذا ما زال ينتفض ولكن هذه المرة لن تكون سهلة عليكم لن تكون انتفاضة جمعة وثلاثة ويرجع الشعب في لحظة سينتفض وستعم المظاهرات في الجزائر وستهربون وتبحثون على الهروب وتدخلون في المغارات باش تهربوا روحكم وتهربوا أموالكم لكن الشعب سيتمكن منكم والله ما راكم رايحين بعيد أنا نقولها لكم شهر شهرين عام عامين والله ما راكم رايحين بعيد وهذا الشعب اللي خرج يوما ما فرنسا بعد 132 سنة سيطيح بكم تقتلوننا تسجنوننا تشردوننا تذبحوننا هذه الثورة بنا أو بغيرنا أو بدوننا ستنتصر هذا الشعب سينتصر هذا الشعب سينتصر شئتم أما بيتم هذا الشعب سينتصر وإن غدا لناظره قريب قضية قضية وقت فقط خاصة وأن واحد من أربابكم را في أوضاع سيئة وأرباب آخرين را في أوضاع سيئة أوروبا كلها تهتز أوروبا كلها تهتز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا أوروبا كلها في حالة خوف ورعب الغرب كله في حالة خوف ورعب بل عالم كله في حالة خوف ورعب ولا ندري كيف سينتهي هذا الأمر لكن الأكيد أن عالم آخر سيظهر والأكيد أن الشعوب ستستفيد من صراع هؤلاء الظالمين مع بعضهم البعض ما عندكم شوين تروحوا والشعب هذا اللي درتوله الأمراض ودرتوله القهر ودرتوله الظلم ودرتوله الكل ما هو بشع للتعامل معاه وكأنكم قوة احتلال سينتصر وسينتقم لكن سينتقم بالقانون الحقيقي وبالقضاء المستقل وليس بقضاء تلفون وليس بقوانين إجرامية حتى سيادكم في الأمم المتحدة قانونكم أنها قوانين إجرامية الشعب سينتصر والله ما عندكم من تروحوا طال الزمن أو قصر كنا أحياء أو كنا أموات هذا الشعب سينتصر وليس بقضاء وليس بقضاء وما تظنوش ما تظنوش أن السقوط واحد مننا رجل أو مرأة حر أو حرة ما تظنوش أن هذا رح يفيدكم بل بالعكس رح يزيد يقوّل عزائم رح يبعث التحدي داخل ملايين الجزائريين في الداخل وفي الخارج رح يزيد العزيمة وزيد القوة رح يخلي كل واحد مننا مقصر ولا مش دير واجبه ولا مش قادر يقول وش نقدر ندير رح يعرف بأننا أمام مافيا عسكرية ومخابرات إرهابية وستسقطون بإذن الله رسالتي الرابعة للشعب الجزائري وأبناء الأحرار وبنات الحرائر قبل ستين عام كان من هو خير منها كان يستشهدون في مواجهة الاستعمار استشهدت النساء والرجال الذين آمنوا باستقلال الجزائر وبتحرير الجزائر استشهد مصطفى بن بولعيد وعميروش وعبار رمضان والعربي بن مهيدي وحسبة بن بوعلي والأختين بج ووريدة ملال وجميلة بوعزة وعشرات الآلاف من الرجال والنساء اللي كانوا حملين السلاح ومئات الآلاف من الشعب اللي كانت تقتلوا الطائرات وتحرقوا نهيك على ربما الملايين اللي ماتوا في فتراتها على الأمراض وملايين اللي قتلوا في الستين سبعين سنة الأولى من الاستدمار الفرنسي قتل الرجال والنساء في الثورة التحرير وقبل ثورة التحرير كانت هناك ثورات ومقاومات قتل الرجال والنساء منهم خير منا وسجن الرجال والنساء من منهم خير منا ولم ييأسوا ولم يخضعوا ولم يتراجعوا وفي تاريخنا قبل 14 قرن قتل الصحابة والعظماء وهم يواجهون الطغاة ولم يتراجعوا ولم يخضعوا بل يعرفوا إذا عاشوا يعيشوا أخيار وإذا ماتوا يموتوا شهداء وما قبل ذلك وما بعد ذلك فهذه الأرض مات عليها الملايين عبر ألاف سنين بنا وبغيرنا سينتصر الشعب إنما السؤال كل واحد مننا واش يقدر يدير كل واحدة مننا واش تقدر يدير كيف يعود الحراك كيف تعود الثورة السلمية لكن هذا المرة ما هي الجمعة بعد ظهر ومش ثلاثاء ساعة أو ساعتين إنما ثورة شاملة عارمة متواصلة حتى تسقط المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية إخواني وأخواتي إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون وبإذن الله بإذن الله نرجو من الله ما لا يرجون ونعرف أننا على حق وأنهم على باطل أننا على الأقل نريد الخير للناس ونريد الخير لهذه البلاد نريد النهضة نريد السمو نريد القوة لهذه البلاد ولهذا الشعب اللي جوعوه فقروه خضعوه تعبوه ومرضوه إخواني أخواتي الأحرار بل لكل شعب جزائري كل واحد مننا يسأل نفسه ماذا يمكن أن أعمل محمد بن حليمة كان يعرف أنه معرض للخطر محمد عبد الله كان يعرف أنه معرض للخطر كل حر حقيقي وكل حرة حقيقية يعرفون أنهم معرضين للخطر إخواننا وأخواتنا الأحرار في البلاد بالمئات في السجون وبالآلاف اللي مخوفينهم أو مرعبينهم أو دارينهم اتهامات في أي وقت يعتقلون آلاف غادروا وعشرات الآلاف اللي ضيقوهم في أعمالهم وضيقوهم في أوسرهم وضيقيهم سننتصر بإذن الله سننتصر إنما للحرية ثمن للحرية ثمن ما تظنوش أني في هذه السبعة وعشرين سنة ما شفناه شفنا العجب شفنا التخويف اللي دارهن والترهيب والترغيب ومحاولات الاقتطاف ومحاولات وإرسال السفهاء وإرسال ولم نخضع ولم نتراجع وإنها بإذن الله سنستمر إلى آخر نفس وأنا على يقين أن هذا الشعور كل حر وحرة إلى آخر نفس حتى تتحرر هذه البلاد وستتحرر بإذن الله محمد بن حليمة راجل ما تشراش عرضوا عليه كل شيء باش يعود قالهم أتلقو ميات حراكي على رأس إبراهيم الإعلامي ومحمد عبد الله باش با لك نفكر نتناقش معاكم محمد عبد الله عرضوا عليه كل شيء من قبل بما فيها المال وبما فيها أي شيء يريده ما تشراش ونذكر هذه الثلاثنين فقط لأن هذه الثلاثنين إبراهيم الإعلامي هذه الثلاثة اللي فقدناه مسبانية تسلمتهم أما الأحرار والحرار فهم بالآلاف كاللي نعرفوهم كاللي ما نعرفوهم كاللي تعرفوهم كاللي ما تعرفوهم هذا الشعب في النهاية آه نعم فيه جزء انتع مرتزقة تعذوا باب يشروهم يبيعوهم آه نعم الحركة كانوا دايما نتواجدين عندنا وعند غيرنا من المجتمعات أما عمق الشعب وأغلبية الشعب فإنه معدن أصيل وحتى اللي زاغوا ولا ضاعوا ولا رحين يرجعوا للأصل وسننتصر بإذن الله سننتصر القضية قضية وقت مش قضية هل ننتصر أم لا إنما قضية متى ننتصر سننتصر بإذن الله هيكم الله هي الله الأحرار أينما كانوا داخل البلاد وخرجها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر